عيد سعيد كل سنة وحضراتكم طيبين مش هيدي نارك سعيد السياحة في اي حتة في العالم بتبقى نوعين سياحة خارجية وسياحة داخلية خارجية يعني السياح اللي بيجوا من بره والداخلية ممكن الشعب نفسه الصاحب البلد اللي موجود اللي عايش في البلد هو اللي يعمل سياحة داخلية انه هو يزور الاماكن المختلفة السياحة الخارجية السنة اللي فاتت الناس المسؤولين وضيوفي كمان قالولي انه هو كان فيه 14 و7 من 10 مليون سائح خارج جاي من خارج مصر عمل نسبة اشغالات كبيرة في الفنادة ده سنة 2010 سنة 2011 المتخصصين متوقعين ان هما يوصلوا تقريبا الاربعتشر والسبعة من عشرة دول يوصلوا تقريبا لاربعين خمسين في المية اوف يعني يوصلوا لحوالي سبعة مليون او ستة مليون ويمكن يكونوا متفقلين واحتمال كبير او يبقوا اقل من كده اللي هو سنة 2001 طبعا الموضوع ده مش بسبب صورة خمسة وعشرين يناير انما بسبب انه مفيش امن انه مفيش توعية انه مفيش 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 في حاجة كتيرة اه مفتحها مع اه ضيوفي الحل ايه الحل البديل لستة مليون تقريبا مصري بيشتغلوا في مجال السياحة ان احنا نشجع السياحة الداخلية انه المصريين والعائلات يبتدوا يروحوا الاماكن الساحية ويعملوا اشغالات في الفنادق وزارة السياحة عملت ايه لتشجيع السياحة الداخلية معايا ضيوفي اه العزاء وخبراء في مجال السياحة الاستاذ مجدي سليم رئيس قطاع السياحة الداخلية بهيئة تنشيط السياحة سبعة خير يا فانديك اهلا سبعة خير والاستاذ محمد غريب نخيب المرشدين السياحيين ورئيس اتحاد المرشدين السياحيين العرب صباح خير يا فانديك كل سنة وحضراتكو طيبين صح والسلام استاذ مجدي المعلومات اللي انا قلتها الاول دي هل صح والغلط الاربعتاشر وسبعة من عشرة مليون اكد لي عليها وانه اه 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 انه النسبة دي يقال ان هي معقولة بالنسبة للفنادق اللي عندنا ده الكلام ده السنة اللي فاتت المعلومات صحيحة اه فعلا كانت الاحصائية بتقول وتؤكد ان زار مصر العام الماضي اربعتاشر وسبعة من عشرة مليون سايح اه النسبة قلت شوية عن السنة اللي قابليها اه طبعا لا احداث كتير اه بنتكلم على رساشن وبنتكلم على ازمة اقتصادية وبنتكلم على لان يعني بنتكلم على الحاجات كتيرة قوي بالنسبة للكم ده مناسب بالنسبة للفنادق والطاقات الاوائية الموجودة عندنا فهو مناسب جدا لان احنا في مصر دلوقتي عندنا حوالي امتين وخمستاشر الف غرفة سياحية تحت الانشاء بازن الله يعني في خلال حوالي سنتين طبعا تعطلت المصالح شوية وتعطلت الاستثمارات بسبب الاحداث اللي كانت عندنا اه فاحنا عندنا تقريبا نفس النسبة او نفس القادر من عدد الغرف سوف تحقق قريبا بازن الله اما تستقر الامور يعني متين وشوية الف غرفة برضو سياحية تاني هتبقى اضافة جديدة للطاقات الاوائية اللي عندنا موجودة في مصر تستبعها بكل تأكيد لما لدى مصر من مقامات سياحية زيادة في الاعداد السياح سيد محمد حضرتك نقيب المرشدين السياحيين انا ليا صديق اسم محمد والتانية اسمها نيفين مرشدين سياحيين ايطالي وامريكاني كل يوم تقريبا بشوفهم في الكافيهات بيشربوا شاي وقهوة ومش لقين شغل النقابة بتعمل ايه في الوضع الحالي شوف بيه هو يمكن اكبر ازمة بتقابل المرشدين السياحين هي الازمة اللي حصلت ديات وده مش ناتج برضو عن صورة 25 يناير لا قدت عناصر وقدت حاجاته سلبيات كتير جدا موجودة ومتواجدة لكن احنا عنينا في السنوات الاخيرة من كان فيه ازمات كتيرة جدا كانت تحصل للسياحة بس كانت بيكون عابرة ومؤقتة لكن الازمة دي كانت ازمة طالت شوية وما زال فعلا المرشدين السياحيين يمكن اكبر ناس واكتر عناصر واكتر فئات الشعب المصري متضررين من جراء انحصار السياحة انت معاك حق تماما في اللي انت قلته تماما مش المرشد السياحي اللي حضرتك تعرف او المرشد السياحية لا ده كل المرشدين السياحين او معظمه بنسبة كبيرة جدا 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 متضررين من 25 يناير لعند النهاردة مفيش اي شغل خلص بالنسبة لهم هما ازا كانت فيه شوية بخبخة او فيه حاجات بسيطة او بتنقض دلوقتي موجودة اللي ان في نفس التوقيت كمان السيزون لما بييجي بييجي دايما احنا عندنا موسم سياح الشتوي الموسم سياح كل سياح العالم بيجلنا في الفترة ما بين اكتوبر حتى نهاية شهر ابريل شغل المرشد السياحي هو في التوقيت ده ما بيجيش في الصيف ولا في الاستان حاجات بسيطة جدا 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 احنا بناخد جدولنا وشغلنا وكله احتى ده فبالتالي لما تيجي سوما حرب ليبيا لان فيه ناس كتير جدا قال لك السياحة دلوقتي رجعت بعض الشيء اه عشان ليبيا وقفها للحرب لان كان في الخليج قبل كده برضو لما قامت حرب بالخليج وقف السياحة هنا اذا الناس كلها كمان او مؤتقد الخطأ وخاصة السياحة الاوروبية وروسيا اللي بيجي من الوفد منها اكتر من اي مكان في العالم بيعتقدوا خطأ ان يدب على الحدود او اذا في حرب او اي اضطرابات او انضافة لانفلات الامن النقاب عمد ايه انا مطالب بالتوفير الرعاية الصحية والا ده اعضائي لكن في نفس التوقيت كمان مطالبين بحاجات كتير لصالح انفسنا وصالح بلدنا وللصالح العام لان دي مؤسسة في نفس التوقيت كمان السياحة عموما مش مسئولة عنها فرد ولا جهة بعينها ده مسئولة مسئولية المجتمع بأسره ولا غفير ولا وزير ولا كلنا مع بعض السياحة المرشدين السياحين اول حاجة اول مامة الازم ادارة ازامات عمان وقفة حضارية العالم كله اشاد بيها العالم كله اشاد بيها بكل لغات العالم ايطالية واسفلية والمانية وروسية بكل لافتات وافتات ونادينا وشجعنا على سترجعونا تاني في عيد الحب في كانت في يوم 13 او 14 فبراير على ما عدد 14 فبراير يعني كان بعد الثورة والتناحي مباشرة الحاجة التانية كمان ان احنا العلاقة المرشد السياحي مع السياح ما بتنتهيش بنتهى البرنامج الحاجة الوحيدة والفرد الوحيد اللي ما بتنتهيش معاه على طول باستمرار بعد ما بيخلص البرنامج بيسمع غيره ولا بيشوف غيره بعد ما بيخلص البرنامج ما بتبدله الهداد التسكيرية في نفس التوقيت الكروت الشخصية والايميلات والعنوين بنخطبهم زي ما عملنا في حاجة حاسب صوت اللي مش عايز لا ازيد ولا ازيد ولا اقلل منها ولا ازود منها لكن عملنا قبل كده ونادينا العالم كله وكل واحد فينا اشتغل مع كذا مجموعة وكذا شخص وكذا بنديهم عساس ان هم يعيدوا مرة تانية ويرجعونا مرة تانية انا محمد اشتغلت معه كذا كذا انا بيرنر بكلمه وكلمه هي بترا ومش عارف ايه والناس جيقولها على اساس ان هم يجوا مرة تانية عملنا حاجات برضو تانية ندينا باسمنا احنا كمرشين السياحين ومن داخل نقابة المرشين السياحين كل مرشد عارف كده وعارف دوره تجاه نفسه نولا تجاه بلده ثانيا ان المنظمات ومؤسسات السياحية الممثلة اللي موجودة سواء في الدول العربية اذا بتشرف ان اكون رئيس الاتحاد العربي المرشين السياحين او في الاتحاد دور المرشين السياحين واذا اكلمنا هم وجاتنا تطمينات على اساس ان هم بمجرد هدوء الموقف بمجرد ظاهرة الانفلات الامن لما تزول هيرجعو تاني وتعود مرة تانية وانا متفائل ان شاء الله طيب سيد مجدي يعني اللي انا عارفه ان مصر يعني البلد الوحيدة اللي في العالم اللي عندها كل انواع السياح صحرة او مقاومات السياحة لا مش كمان انواع السياح يعني عندنا صحرة سياحة سياحة صحروية عندنا سياحة بحرية بالهبل عندنا سياحة الاثار خد زي ما انت عايز عندنا عندنا سياحة طبية عندنا عندنا كل انواع السياحة اللي ممكن يكون انا كمان مش عارفها ازاي الناس تفهم في مصر كشعب وكمسؤولين ان السياحة دي ممكن تبقى أهم دخل من ممكن يخش المصر إزاي؟ هي بالقطع هي على قمة الصناعات اللي بتدخل دخل المصر يعني هو ده الواقع أن السياحة هي قمة الصناعات اللي بتدخل دخل المصر إحنا فاهمين ده ومقدرينه مين اللي فاهم الناس كلها فاهمة ده الناس كلها مرتبطة بالسياحة ومقدرها بس إحنا عندنا مشكلة تانية المشكلة اللي هي الوعي المشكلة ثقافة التعامل مع السياحة كيف نتعامل معها كيف نحس من أنفسنا كيف نرفع قيمة الخدمات اللي موجودة عندنا سواء كان في الشارع في الفندق في المطار إلى أبعد من ذلك في الصفرات بتاعكتها في الخارج أما نتعامل مع السايح اللي جاي يطلب التأشيرة يعني إحنا عندنا مشكلة ما زالت قائمة ومشاكل كثيرة يعني زي ما تعرب لها الأستاذ محمد عندنا مشكل كثيرة يعني يعني مش عاوز أفكر الناس لكن دي حدثة كانت لسه بالأمس يعني هو بأول أمس اللي هو الأوتوبيسي الحافلة السياحية اللي هو قد بالمجاريين أو الراحضة حيطها عدد كبير حداشر طبعا ده ده يعني أنا مش عاوز أقول إزاي إن الموقف ده متكرر بالطريقة ده يعني دي مسألة مسألة بعي الطرق في الغردقة ويعني حرص أجهزة المرور هناك على إن المرور يبقى منتظم بشكل كبير محافظين على السرعة أنا مشوفتش أكتر من كده في محافظة البحر الأحمر ولكن ومع ذلك تحدث حادثة زي دي وداخل المدينة نفسها يعني بالقرب من المطار هناك لا دي يعني ده دي مسألة وعي دي مسألة سواء أو سائق آآ الرولز معرفش بقى يعني كان شكله إيه حلته إيه أستاذ مجدي الصحافة النهاردة في المسؤولين بيقولوا في الصحافة إن هما قالوا إنه لازم نعدل الطرق الخاصة في الغردقة بشعرف 160 جبلي في الطريق ومن خمس سنين بعملين ينادوا إنه إحنا لازم نغير لكن ما فيش حد بيسمع لا والله لا أنا عاوز أقول لحضرتك هي الطرق هناك كوي أي لحد بعرفتي أنا الشخصية الطرق هناك كويسة جدا الحفاظ على المروح هناك كويس جدا هناك الطرق يعني بعد أن نخرج دي اللي فيها الالتواءات الشديدة وفي الالتواءات الشديدة تمام لكن الحادثة دي حصلت جوه جوه الغردقة نعم ده يبقى معناها إيه يعني معناها خطأ جسين من السائق طيعي اللي موجود فيها يعني مش عايزين نقود يعني مش عاوزين نفكر في الحاجات دي الله يرحمهم طبعا لكن احنا عندنا مشاكل كثيرة عندنا مشاكل لازم نتخطاها إذا كنا عاوزين نحط السياحة وصناعة السياحة في موقعها الصحيح اللي هي تكون هي الصناعة الأولى في مصر طبعا يعني واحد الوعي قدر كبير جدا من الجهود بتبزل قدر كبير جدا من إن إحنا لنا استراتيجياتنا وتفعيلها في الخارج يعني بصرف النظر بقى عن مشاكلنا الداخلية اللي بتعوق لكن اللي أنا برضو عاوز أقوله وأكده إن أعتقد زي برضو الأستاذ محمد ما أشهر إن هناك يعني مؤشرة تقول إن السياحة عندما تهدأ الأمور في مصر دايما السياحة بتيجي بكمه رهيب بتعود إلى ما كانت عليه بل بتعود أكثر من الأول فا بإذن الله أما أنا تقطع المحنة اللي إحنا موجودين فيها أنا أعتقد إن يمكن بعد الانتخابات بعد الاستقرار في انتخابات الرئاسة ممكن تعود السياحة بشكل كبير وإحنا مش عاوزين نتأخر مش عاوزين نتأخر عن كده حتى يعني نعود إلى سيد مجدين فضل سيد محمد هل معلومة اللي أنا عرفتها النهاردة دي صحيحة ولا لأ ايه الهرم خوفه وخفرة ومنقرة مفيش حمام واحد واحد إلاه إن السائح ممكن يخش فيه الحمام ومش الهرم بس وصقارة ومتراهينة ومعظم الأماكن السياحة والأسر مفيش بني تحتي مفيش السواب حضرتك سيد مجدين ده محتاج وعي ولا ده محتاج إلاه مش بحتاج وعي هو يعني دايما فيه خلافات بين الجهات يعني مياه جوفية وصرف ومش عايف وإيه حاجات كتيرة قوي لكن أنا عاوز أقول إن في الهرم بالذات في منطقة الهرم عندما تكتمل الزيارة بس ده طبعا غير كافي يعني أما بنبتدي الزيارة في طلوع الهرم نتفرج على الأهرامات نتفرج على بنوراما الهرم وبعدين ننزل نتفرج على سفينكس أبو الهول لا فيه حمامات هناك وحمامات على مستوى عالي بس هذا لا يكفي يعني الحمامات موجودة بس مش خاصة بالأسهار مش خاصة بالأسهار بس في نهاية الرحلة بتاعت الأسهار لكن يعني يمكن اللي أنا بقول عليه مش معقول إن الحمامات دي بعد ما واحد بيدفع سايح ستين جليا عشان يدخل منطقة الهرم يدفع كمان عشان يدخل الحمام اللي هي في منطقة أبو الهول يعني فيه فيه رسم سيئبا سيئبا